أكدت بطرياركية الروم الأرثوذكس التزام الكنائس في الأراضي المقدسة بإحياء العياد والمشاركة بالصلوات في البلدة القديمة معتبرة أن الوصول إلى كنيسة القيامة حق لأبنائها أثناء احتفالات سبت النور العظيم وعيد القيامة المجيد وأشار بيان صادر عن البطرياركية أنه ومنذ عدة سنوات أصبحت المشاركة بهذه الشعائر أمر صعب للغاية على أبناء الكنائس بسبب تقييدات الشرطة وممارستها العنيفة ضد المؤمنين وعليه أكدت البطرياركية رفضها الصريح لكافة الإجراءات المشحفة من قبل الشرطة والتي تقيد حرية ممارسة الشعائر والعبادة في القدس وشددت البطرياركية التزامها بتوفير الخدمات الروحية في جميع الكنائس والساحات كما أن الشعائر الدينية والصلوات ستقام كالمعتاد من قبل البطرياركية وكهنتها مبينة بأن موقفها هذا مبني على أساس الحق الإلهي والعرف والتاريخ